اللي بنخذكم ونروح فيها إلى القريات حيث انطلقت في القريات في منطقة الجوف فعاليات مهرجان التسويق الزراعي بنسخته الأولى والذي يهدف إلى تقديم المنتجات والصناعات التحولية من المحاصيل الزراعية حيث تقام فعاليات المهرجان في المركز الحضاري في القريات تفاصيل أكثر والصورة كاملة عن هذا المهرجان بنعرفها مع الزميل نايف الفندي مساء كلب الخير نايف حبينا نعرف المشاهدين على هذا المهرجان للي حاب يزوره ايش يقدمون من منتجات زراعية وكذلك صناعات تحولية تفضل أكيد أهد سعد مساكنتي والسادة المشاهدين طبعا برعاية أمير منطقة الجوف انطلقت يوم أمس فعاليات هذا المهرجان مهرجان التسويق الزراعي بالقريات وهو يعتبر الأول من نوعه الذي يعني ينظم مكتب البيئة والمياه والزراع بالقريات بمشاركة 32 مزارع بهدف طبعا دعم المزارعين وتمكينهم وفتح نافذة التسويق لمنتجاتهم الزراعية وأيضا تمكين المستهلك من الشراء مباشرة من المزارع والحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية نتعرف أكثر عن هذا المهرجان معي ضيفي مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراع بالقريات الأستاذ ناجح الشراري حياك الله حدثنا أولا عن هذا المهرجان وعن أهدافه أهلا نحياك الله أخوي نايف واشكرك على الاستضافة وبالنسبة للمعرض هذا طول الله مارك تحت رعاية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزق لسعود ولا شك أن مثل تلك المهرجانات تعتبر منصة للمزارعين وحيث تدعم الفرص للمستثمرين والمستهلكين وتساعد في زيادة حجم المبيعات والتسويق للأنواع الجيدة وذات الجودة العالية طيب قبل أن نتعرف على المنتجات حدثنا عن الفعاليات المصاحبة مع هذا المهرجان للأهالي الفعاليات المصاحبة هي مشاركة الإدارات الحكومية إقامة ورش العمل المحاضرات وكذلك الندوات وكذلك أمسيات شعرية وإنشادية وفقرات ترفيهية وعروض الشو وإقامة مخيم تراثي يقام بالتراثيات وكذلك إقامة مخيم للضيوف لتقديم الشاي والقهوة لزوار المهرجان معرض التسويق الزراعي بالقريات الله يعطيك العافية شكرا لك أخي ناجح وإذا أمكننا الوقت أختي أهد راح أستضيف معي أحد المزارعين عبد المجيد الشراري نتعرف على أبرز المنتجات التي تباع هنا في هذه المعارض نقول أهلا فيك أخي عبد المجيد حياك الله عرفنا أبرز المنتجات الزراعية المعروضة في المعرض يا مرحبا حياك الله أخوي نايف هذا الحمد لله أول شيء الحمد لله على ما نحن بهم النعم ونشكر سمو سيدي الملك سلمان ونشكر الولي العهد ونشكر سمو أمير منطقة الجوف ونشكر المحافظ على إتاحة هذه الفرصة لنا العرض منتجاتنا اللهم ولك الحمد أنتجنا أشياء نادرة اللهم ولك الحمد الفستق الحلبي هذا هو عندكم وعندك طالع عمرك أنتجنا من التين ثلاث أنواع التين أكبر والتين براون والتين الأصفر وأنتجنا الملكي الحجم ملكي اللهم ولك الحمد أنتجنا العنب ثلاث أنواع العنب الحب الطويلة والعنب الحلواني والعنب الأسباني أنتجنا الإنجاص وألف شكر الله شكرا لك لضيق الوقت نقول لك شكرا لك العافية أهد لعل هذا أبرز ما لدينا من هذا المعرض إن شاء الله وهو طبعا من الساعة الخامسة إلى الساعة الثانية عشر مساء بإمكان الزوار يتون إلى هنا ويستمتعون في الفعاليات المصاحبة أيضا وشراء ما لذ وطاب من الفواكه والخضروات وأيضا العسل والأسمك شكرا لك زميري نيف الفندي على هذه التقطية من هذا المهرجان وبإذن الله نرى يتكرر في الأعوام القادمة وشكرا لضيوفك لنورونا بهذه التقطية